أهلا وسهلا بكم بسلسلة أنت والطاقة الجديدة بحلقة الطاقة الحيوية السائلة والغازية بالحقيقة هذه الحلقة هي الجزء الثاني التابع للحلقة الأولى تبعية الطاقة الحيوية الجامدة أو الصلبي الطاقة الحيوية ننعرفها كمان مرة هي المواد اللي أصلا نباتي أو حيويني وعما نستعملها لاستخراج الطاقة هالمواد هذه ممكن نستخدمها بشكل مباشر أو عبر معالجي اليوم بحلقتنا هنحكي عن الأسمان الإخرانيات يلي هني كيف نحولها لأسوائل وكيف نحولها لغاز في أنواع الطاقة الحيوية السائلة في عنا ثلاث أنواع بالحقيقة نحن ممكن نستفيد منهم اللي هو أول شيء الطاقة النباتية المباشرة أو الزيوت النباتية المباشرة نستعملها أو زيوت معالجي لإنتاج مادة البيو ديزل يا أما زيوت نباتية أو مواد نباتية معالجة لإنتاج الأثانول هنحكي عن الثلاثة هذولي مع بعض بالنسبة لزيوت النباتية الخام بحب ذكركم بخبرية يمكن الناس كتير ما بتعرف عنها بالحقيقة أول سيارة صنعت هي مشيت على زيت الفستق لأخذ العلم ما كان في ديزل هذيك الأيام واستعملوا الزيت مباشرة لتمشي هذه السيارة في عنا كمان موضوع الحرق المباشر في زيوت كتير كانت تستعمل للحرق وبعد الحديث اليوم نستعملها بالحرق المباشر يا أما للتسخين يا أما للإضاءة بس هذا الحكي طبعا بنتبق على زيوت النباتية ما نروح بكرة نجيب زيت السيارة ونحرقه لأنه هذا بيخرب الدني فالمطلوب أنه نحن نستعمل فقط زيوت النباتية وفي عنا إمكانية نستعمل زيوت جديدة أو زيوت مستعملة يعني حتى وراء ما نخلص زيت الألي للبطاطا تبعيتنا منجيب الزيتات فينا كمان هذولي نقدر نستعملون هلا بدنا ننتبه على شغلي أنه في عنا مادة اسمها مادة البيو ديزل يلي هي المستخرجة من النباتات نأخذها من الزيوت الجديدة أو المستعملة من عالجها معالجة كيميائية بسيطة ليش بدنا نشدد على كلمة معالجة كيميائية بسيطة لأنه ما بدي حدا بكرة يمسك الزيتات ويحطهم بخزان سيارة المزوت ويقول لي أنت قلت اللي تعمل هيك لأنه هذا الشيء غير سليم ما هذا المطلوب هالزيوت هذي لازم تتعالج كيميائيا أول شيء لتتحول لماد جديدة اسمها بايو ديزل هالبايو ديزل ممكن استخدامه كبديل للمزوت أو كمزيج مع المزوت ممكن نمزه 5% أو 20% أو حتى 100% يستخدم بالسيارة وفيه له خصائص ولزوجة بتشبه مقاومات المزوت وبالتالي السيارة اللي عم تمشي على المزوت ما بتحس بهالفرق هيدا وحتى ممكن متاه الكهرباء اللي بيمشي على المزوت يستفيد منه بالنسبة لإنتاج البيو ديزل مثل ما شايفين على الصورة هون نحن من سنة 2002 لسنة 2008 نصار في عنا نمو كتير كبير لكمية الديزل المنتجي والقدرة الانتاجية بشكل كامل ونحن صرنا فوق 11 مليون طون فينا نصنع من البيو ديزل بالعالم واكشل يتصنعوا هيدول وعما ينباعوا كمثل على هالموضوع هيدا حنحكي عن البيو ديزل بالصين حأتيك مثال على هالموضوع هيدا في بصين عما يصنعوا نبات من نبات الجتروفة هذه النباتات هي نباتات سامة هلأ واحد يقول ليش بتزرع نباتات سامة هي نباتات سامة مفيدة لأنه لأنه ما في حيوانات تبتاكلها والحشرات ما كتير بترغبها وبالتالي هالنبتة هذه بتزرعها وبتطلع لحالة هذا الزيت كمان ما بيتاكل فما في حدا هيجي يسرق لك زيتاتك هالنبتة بتعوز بس 100 لتر بالسنة لا تطلع يلي هي كمية كتير بسيطة وكمان عما يطوروا نباتات هاجينة بتعطينا كميات أكبر من الزيت بتوصل للطون أو طون ونص من البايو ديزل بالهكتار الواحد قرروا بالصين يزرعوا مساحة بتوازي خمس مساحة لبنان بس منها النبتة هاي دي بس لتعرفوا فكرة عن هالموضوع هاي ده وخم تلاتة الاف مزارع هيشتغلوا بها الشغلة هاي حوالي المليون طون هيصنعون من هالمشروع هاي ده وبالتالي هذا بدلكم أنه مشروع البايو ديزل صار شغلي كتير كبيري بالعالم وفيه اهتمام كتير كبير فيها كبديل للمزود كبديل للبترول يلي هو عما يخلص لننتقل للمرحلة التالتة من المواد السائلة يلي هي الأثانول أو بديل البنزين فنحن قلنا البايو ديزل هو بديل المزود الأثانول هو بديل البنزين الأثانول هو الكحول المتعارفة عليه ومنصنعه من تخمير المواد السكرية أو من نشويات من النباتات يعني أصب السكر الدرة وأنواع أخرى من النباتات نستعمله كمان كمزيج مع البنزين أو فينا حتى نستعمله صافي وبتشوفوا على الصورة هذه هون انتاج الأثانول صار طالع كتير كبير وبالأغلب بالمنطقة الخضرة هون من أمريكا والمناطق هونيك استعمال المثانول مين عما يستعمل المثانول وكيف عما نستعمل المثانول عما يصرفوا مليارات الدولارات بالاستثمارات بهالمشروع حايدا السبب أنه أنا كل سنة فيني أزرع وبيطلع هالدرع أو بيطلع هالماد التاني أو لأصب السكر وبياخده وبيقدر انتج منه أثانول فهو مصدر متجدد للطاقة 70% من السيارات في البرازيل بتشتغل على خليط من الأثانول والبنزين هالخليط بتفاوت من 5 إلى 20 إلى 100% كل البنزين اللي بينباع لبرازيل فيه كمية من الأثانول موجودة فيه لأنه البرازيل مشهورة كتير بكميات أصب السكر اللي فيها تزرعها وبالتالي فيه عندهم كميات كبيرة من تفائد السكر اللي ممكن يصنع منه أثانول وبأمريكا في عنا بحدود الأربع ملايين سيارة يلي بيشتغلوا على هالخليط هيدا بالنسبة للوقود الحياة والسائل لما نحكي عن الوقود الحياة والسائل عام نحكي عن البيوديزل والأثانول مع بعض بشكل عام عام يكون معفي من الضرائب عام يكون بأوروبا قرروا أنه 5.7 يعني بحدود 6% من المواد السائل اللي عم استعملوها بالسيارات يكون مصدرها نباتي وبدوا يقرروا أنه يعملوها بحدود 10% لسنة 2020 ننتقل من المواد السائلة إلى المواد الغازية أو الغاز الحيوي أو البيوغاز بالحقيقة هو بينتج عن التخمر اللاهوائي للمواد العضوية يعني من دون ما يكون في عنا أوسيجان والمنطقة بيتخمر هذا المواد العضوية وبتعطينا غاز هذا الغاز بنسميه البيوغاز واللي هو بيحتوي بحدود 60% من غاز الميثان غاز الميثان هو غاز يقابل للحرق بيحترق بيعطينا حرارة أو هالحرارة بمستفيد فيها بشكل مباشر أو منولد فيها كهرباء وبالتالي بيكون أحد منتجي الطاقة البديلة بالحقيقة أكثر من 7 ملايين مركز تخمير موجودين بالصين و 3.5 مليون موجودين بالهند وهذا بفرجينا قداش هي شغلة تير مهمة أنه نحن عم نقدر نستفيد من هالغاز هيدا وهوني بالصورة حب فرجيكم مركز كتير متواضع وبدائي بالهند عما يستخدموا فيه البيوغاز بياخدوا وسخ الحيوانات بيحطوه بيخلوه يتخمر بيطلع منه غاز وبيستفيدوا منه وهون في عنا مسأل تاني بس هذا كبير ومتطور فينا ننجو من المواد النفايات المنزلية أو البقايا النباتية أو حتى من وسخ البقر يعني إذا في عنا مزرعة بقر هالوسخ اللي بينتج عنه فينا نحن نحوله ونخزنه ونخمره ونطلع منه غاز وبالتالي نستفيد منه لتوليد الكهرباء أو الحرارة قديش صعب انتاج هالغاز هيدا من المواد العضوية؟ بالحقيقة موضوع كتير سهل وسهل لدرجة أنه بيصير لحاله مش عايزني وعايز حدا فاللي بيصير أنه هون مثلا في عندي مقال بالجريدي بفرجينها أنه صار حريق بيمكب نفايات وهالحريق كان نتيجة عبارة عن مش حريق عادي للنفايات إنما صار أنه طلع غاز من المكب هيدا وصار يحترق الغاز جربوا يطفوه ما مش الحال بالمية العادية طروا أنه يستعملوا وسائل أخرى وهذا بفرجينا قداش هي شغلة سهلة فإنحنا إذا نفكر شو عنا مكبات نفايات إن كان بطرابلوس ولا بالنعمة ولا بصيدة كل هيدول ممكن استخدامهم لأنتاج الغاز ولأنتاج الكهرباء منهم حب أختم بمثال واحد كتير صغير عن التفكيك الحراري اللي هو نوع تاني من الغاز يعني منجيب المواد العضوية ومنسخنا على حرارات عالية بتعطيني غاز خابل للحرق وهذا اللي ساوى هالشغلي هاي هالأسلوب هيدا لحرق الأش الرز أخذ جائزة روليكس وهو أنتاج هو مش عم يحرق بس الأش تبع الرز بشكل عادي إنما عم يحرق بمكانة خاصة ليحول الأش الرز إلى الغاز وهالغاز بيستفيد منه ليحرق بطريقة كتير نظيفة وكتير برتبة استحق عليها هالجائزة هاي بنهاية هالحلقة أحب أشكركم أنه تتبعتم معنا الطاقة الحيوية السائلة والغازية من سلسة أنت والطاقة الجديدة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر